اشتركوا في القناة الملعب المباراة الثانية بين الأرجنتين وبالواندا بدأ سريعا وبحماس كبير بين الفريقين مع دائم باهر من الأخضر السعودي وتصدي في الدقيقة الأولى للحارس العويس الذي أنقذ مرماه من هدف محقق الدقيقة الثانية عشر تسويب مباشرة من لاعب السعودية فوق المرمى المكسيكي واستمرار الضغط السعودي على مرمى الأخضر المكسيكي لكن بدون جدوى ودقيقة 24 المكسيك تضغط في هجمات معاكسة ولكن العويس حاضرا دائما مع كل تزديدات لتلتهب المباراة بين الهجوم المكسيكي والدفاع السعودي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0 مقابل 0 بين السعودية والمكسيك ونتجة لا ترضي ولا تؤهل الفريقين الشوط الثاني دخول قوي من الهجوم المكسيكي بتسجيله هدف أول في الدقيقة الثانية أزمت من صعوبة التأهل المباراة أصبحت أكثر إثارة بعد الهدف الأول لتضيف المكسيك هدف ساروخي من مسافة بعيدة من اللاعب الويستشافي ويعمق جراح الأخضر السعودي بهدف ثاني دفاع السعودي أصبح أكثر هشاشة ليضيف المنتخب بالمكسيكي الهدف الثالث ليلغى بداعي تسلل في الدقيقة الخمسة وخمسين مع تسجيل هجمات معاكسة للأخضر السعودي الدقيقة خمسة وستين تسجل الأرجنتين الهدف الثاني أمام البولندا وهذا من صالح المنتخب المكسيكي والبولندي أيضا في حين خسرت الأخضر السعودي بهدفين لسفر ويصبح يتذيل ترتيب المجموعة بثلاثة نقاط إلى غاية الدقيقة السبعين الأخضر السعودي أدى مباراة في القمة ودورة شرف فيها الكرة العربية والسعودية بالأخص ليصبح الفريق العربي الثالث الذي يخرج من الدور الأول بعد منتخب قطر ومنتخب تونس ليبقى غدا مباراة لمنتخب المغربي